خلينا نقول يا سيادة النائب كده إحنا وصلنا لفين في اللجنة؟ إيه أبرز الحاجات اللي وصلتوا لها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي مفروض تمشي عليها الدولة المصرية؟ طيب خلينا بس أكد لسيادتك أن الحقيقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي اللجنة المختصة بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بكافة المجالات المتعلقة بالقطاع خلينا كلم حديق طبعاً اللي بنضع في مقدمة اهتماماتنا كلجنة هو دعم الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات ويمكن يوم ما ألقى دولة رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام المجلس كان أكد على الاستراتيجية اللي هي عملها لمدة ثلاث سنوات هتحدث فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات إنشاء ثلاث مصانع محمول خلال الثلاث سنوات الحاجة ده شيء أنا شايفه نجاح من قطع النظير ويمكن كان فيه لقاء في العالمين الإسبوع الماضي مع المسؤولين عن التنفيذ وكان وزير صلاة تكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلع النهاردة الحياة بدأوا بالفعل يقبلوا الشركات وعندنا البنية التحتية تسمح بذلك وبجانب أيضاً إن المناطق التكنولوجية تسمح كمان إحنا عندنا ممكن منطقة تكنولوجيا نجحة في أسيوت ومنطقة تكنولوجيا في بنسويف نجحة جداً جداً وإحنا شايفين النهاردة إن البنية التحتية إحنا كتشتاعد بنشجع لده ترجمة نانسي قنقر